نقطة مهمة أثارها علماء أركيولوجي كتير جدا وأشهرهم توم هولند الباحث في التاريخ الإسلامي وهي أن أقدم عملات إسلامية مكتشفة كانت في عصر معاوية بن أبي سوفيان واللي كانت عليها صورة الحاكم والسلبان أو الثلاث حكام والثلاث سلبان واللي خلت ناس كتير جدا تقول أن معاوية كان مسيحي وأنه كان مجرد حاكم لأحد ولايات الإمبراطورية الرومانية واللي كانت حكمة أكتر من نص العالم في الوقت ده سمعت رأيي قريب من أحد الأشخاص اللي ليهم متابعين كتير على اليوتيوب بيقول أن الخلفاء الرشدي ومن بعدهم الخلفاء الأمويين فضلوا يستخدموا عملات الدولة الرومانية لفترة لحد ما في منتصف الحكم الأموي بدأ يتم سق النقود اللي عليها شعارات إسلامية وفي النهاية الموضوع ده مهم جدا ويستحق البحث لكن حاليا ما فيش اللي يؤكد أو ينفي وجهة النظر دي بس الغريب أن واحدة من العملتين مكتوب عليها بسم الله فقط تعالوا بقى نرجع للصين مرة تانية وبسنة 118 قبل الميلاد ظهرت أول ورقة بانك نوت يعني عملة ورقية بس كانت من الجلد والغريب أنهم برضو كانوا أصحاب أول عملة ورقية فعلية سنة 806 وده كان أثناء حكم أسر التانج وكان العدف منها تخفيف حمولات العملات المعدنية الضخمة في العمليات التدورية الكبيرة وخصوصا في العمليات التدورية اللي فيها صفر بالنسبة لأوروبا ما ظهرتش فكرة العملات الورق قبل القرن السبعة وشر وده بعد حالة التضخم للعملة الزهبية فكان لازم يتم إعادة تقييم لقيمة العملة ظهرت أول عملة ورقية في أوروبا من مجموعة جولد سميث بانكرز في لندن وكانت أشبه بشيك مكتوب علي لحامله بمعنى ورقة بقيمة نقدية معينة تستحق للمعين طيب بريطانيا بقى نسها اللي كانت أول دولة أوروبية تستعمل ورق البانك نوت بدل من العملات المعدنية اكتشفت بعدها بحوالي قرنين وتحديدا في سنة 1816 اللي لازم تضربت العملة الورقية بغطاء من الزهب علشان ما يبقاش مجرد ورق بيتطبع وخلاص ويحصل تضخم مالي أو فلوس ملهاش قيمة نفس الخطوة دي عملتها الولايات المتحدة سنة 1900 لكن في سنة 1930 انتهت فكرة ربط العملة بغطاء الزهب وده كان نتيجة حياة الكساد والمشاكل الاقتصادية اللي حصلت في العالم كله وخصوصا بعد الحرب العالمية الأولى فبدأت أشكال تانية من رابط العملات التانية ببعضها بس للحقيقة دي محتاجة خبير اقتصادي يشرحها وموضوع كبير فاحنا ممناش دعوة بي دلوقتي المهم احنا اختصرنا كتير جدا من تاريخ العملات علشان الحلقة ما تطويش مننا قوي لكن عدينا على أهم المحطوب أو ما يسمى مائل ستونز في تاريخ العملات المالية والنقدية لكن خلونا نقط للقرن العشرين من محطة مهمة جدا في تاريخ التعاملات لكن مش هي المحطة الأخيرة هي تعتبر المحطة قبل الأخيرة لحد اللحظة اللي احنا فيها ومش هنقدر نخمن ايه تاني ممكن يستجد المحطة قبل الأخيرة من أشكال التعامل النقدي هي الكريدت كارد أو بطاقة الاقتمان البطاقة اللي أصبحت بديلة عن الفلوس في كافة التعاملات مش بس كده لا ده كمان انت بقيت قادر تشتري بيها من بر بلدك وبعملة غير عملتك وتجيلك الحاجة اللي انت عايزها وانت قاعد في بيتك طيب ايه حكاية تاريخ البطاقة دي؟ تعالوا نشوف في بدايات القرن العشرين كده قامت بعض المتاجر الكبيرة وشركات البترول في أمريكا بطبع بطاقة اقتمان لعملها بحيث يقدروا يشتروا بدون استخدام الفلوس بس بالتأكيد كان فيه رصية فلوس بيوضع العميل في المتجر أو الشركة قبل ما يحصل على البطاقة دي في سنة 1914 قامت شركة وسترن يونيون بأول خطوة بنكية فعالية ونقلت فكرة شركات البترول والمتاجر لحيز أكبر وده كان لما طبعت ساك أو ورقة لعملها يقدروا يشتروا بيها من أي مكان بيتعامل مع البنك بدون استخدام الفلوس في سنة 1946 قام مصرفي أمريكي اسمه جون بيجينز في بروكلين بإصدار ما يسمى لبطاقة تشارجت أو إشحنها بنظام اسمه الحلقة المغلقة بمعنى أن الحلقة بتدور بين ثلاث جهات العميل التادر وبنك جون بيجينز ومن الواضح من الاسم أنها ما كانتش مربوطة بحساب بنكي لكن كانت بتتشحن زي كروت ميزة اللي عملها البنك الأهلي من فترة قصيرة ولازم العميل علشان يحصل على البطاقة دي يكون من عملاء البنك وطبعا البطاقة ما كانتش لسه من مغنطة بعدها بخمس سنين قام بنكي فرانكلين الوطني في نيويورك بنفس الخطوة لكن أول بطاقة بمفهمها الحالي يرجع سنة الوراء عن خطوة بانكي فرانكلين تحديدا في سنة 1950 وكانت حكاية إصدار البطاقة حكاية طريفة جدا بس الحكاية تبدأ من قبلها بسنة كمان لما كان رجل الأعمال الأمريكي فرانك ما كان مارا بيت عشاء عشاء أعمل في مطعم في نيويورك ووقت دفع الحساب اكتشف أنه محفظته مش معاه طبعا المواقف محرق جدا لكن لو لقى أن مراته جتله من البيت وجبتله المحفظه وأنقذته ما كانش الموضوع عدى على خير لكن المواقف ده خلنا ما كان مارا يفكر في فكرة تحل مواقف زي ده وتسهل على الناس عملية الشراءة بعدها بسنة وتحديدا في فبراير 1950 بيرجع ما كان مارا اللي كون مع شريكه رالف شنايدر شركة دينرز كلاب للغرض ده وبيتعشف نفس المطعم وبيفجئهم ساعة الحساب بأول بطاقة اقتمان فعلية في التاريخ وبيدفع بيها وبرضه ما كانتش ممغنطة لأن أكيد المطعم ما كانش عنده مكينة فيزا لكن هي كانت مربوطة بحسابه البنكي وكانت بطاقة دينرز كلاب واحدة من أهم شركات بطاقات الاقتمان في العالم لحد النهاردة وناخد بالنا أن كلمة دينر معناها عشاء ومن موقع دينرز كلاب نفسه عملاء بطاقة دينرز كلاب في خلال سنة واحدة في أمريكا وصلوا لـ 42 ألف عميل ودعدها بسنة واحدة بس كانت بطاقة الشركة وصلت كندا وكوبا والمالسيك وبريطانيا ومن سنة 1955 بدأت فكرة الفرانشايز أو شراء العلامة التجارية تنتشر في العالم كله أكتر من بانك أخد الفكرة ونفذها لحد سنة 1969 لما صدرت أول بطاقة مماغنطة وبالمناسبة الشريط المماغنط اللي اخترعه كان ورست باري في الستينات وكان بيشتغل وقتها في شركة IBM وكان أول استخدامه في كروة الـ ID الخاصة بمسؤولي وكالة المخابرات الأمريكية الـ CIA مش هنتول أكتر من كده في تاريخ بطاقات الاقتمان لكن قبل ما اختم الحلقة حب أقول أن بطاقات الاقتمان مش هي آخر شكل لفلوس في حالين الـ Bitcoin اللي هتكون عملة المستقبل الافتراضية واللي بالتأكيد هيكون لنا معها حلقة كاملة في النهاية حبق أشكر رجل الأعمال الأمريكي فرانك مكن مارا على مسيانه المحفظة لأن لولا ما كانتش فكرة بطاقة الاقتمان ظهرت وما كناش قدرنا نعمل حاجات كتير جدا بنستمتع بيها النهاردة بشكل طبيعي لكن عمرنا ما فكرنا أن لولا أشخاص معينين زي مكن مارا كده كانت حاجات كتير جدا في حياتنا ما ظهرتش للوجود اشتركوا في القناة